شكرا لنيكي يا سالة نشوفتها مبارح على فكرة في النادي روحنا بعد الهوى شوائكة موجودة كان في ناس كتير جدا عايز اقولك وروحنا صراجنا على فرقة الشمس يعني كانت لذيذة جدا لازم مرة تيجي نروح بقى من اخبار النادي الاهلي لمقر جريت الشروق ومراسلتنا روزان ناصر نتابع اهم الاخبار الرياضية في الصحف والمواقع روزان بنصبح عليك يا انا وكريم اكيد جمهور دلوقتي عشرة صفحة اللي بيسمعك ومعانا منشطاتي يمكن كمان اللي لفتت نظري قوي او اللفت نظري الخبر من اليوم السابع اللي بيتكلم عن اغلى سبع صفحات في تاريخ كرة القدم وانت بتحب الحاجات دي خلينا نسو عاملنك الارقام خشي علينا بملياراتك صباح الخير يا ناهواندو صباح الخير يا كريم صباح الخير على كل مشاهدي قناة الاهلي في كل مكان خلينا بس قبل ما نروح للاخبار نروح لمباريات الدوري المصري النهاردة الـ 2-24 مايو زمالك مع المصري في تمام الساعة التاسعة مساء اللي اسماعيلي مع مصر مقصة في تمام الساعة السابع مساء من جريدة الشروق سيميوني بعد التتويق بلقب الليجة كان عاما صعبا وأصبحنا أبطالا أعرب الأرجنتيني سيميوني المدير الفني لأتلاتكو مادريد عن سعادته بتتويق فريقه بلقب الليجة هذا الموسم بعد الفوز على بلد الوليد وقال خلال تصريحات نقلتها صحيفة ماركا أنا سعيد من أجل الجماهير والمشاعر التي تراودني هي أننا في هذا العام المعقد مع كثير الأشخاص الذين رحلوا بسبب فيروس كورونا إلى أنه ظهر أتلاتكو كبطل مختلف فيما سيطر فوز أتلاتكو مادريد بلقب الدوري الإسباني على عنوين الصحف ووسائل الإعلام والتي أشهدت بالأبطال الذين وصلوا للمجد بعد معاناة وإيمان وتحت عنوان أبطال استعانت صحيفة ماركا بصورة جماعية وإلى جانبهم المدرب الأرجنسيني مبرزة المشهد في ثلاث كلمات هي المعاناة الإيمان والفوز وأبرزت الصحيفة كمان في عنوان فرعي أن هدف سواريز صنع الريمونتادة بجانب تصريح سيميوني الذي أكد أن الفريق قادر على مواصلة النمو من موقع اليوم السابع ده الخبر اللي سألت عليه أنا هو أنت أغلى سبع صفقات في تاريخ كرة القدم نيمار وامبابي حقق العديد من نجوم كرة القدم أرقام قياسية في صفقات انتقالهم من أندية لأخرى خلال فترات الانتقالات في السنوات الأخيرة لتدخل قائمة الأغلى في تاريخ الساحرة المستديرة ونشر موقع ترانسفير ماركت العالمي تقرير عن أغلى صفقات اللاعبين في كرة القدم مع اقتراب المركات الصيفي وأهمها البرازيلي نيمار دا سيلفا انتقل من بارشلونة إلى باريس سان جيمان عام 2017 مقابل 222 مليون يورو والفرنسي كيليا نيمبابي انتقل من موناكو إلى باريس سان جيمان عام 2018 مقابل 180 مليون يورو من جريدة الشرق الأوسط نهائي الأبطال بين منشستر ساتي واتشلسي يعكس قوة الإنجليزي فنيا وماليا يعد هذا الحدث انتصارا كبيرا لكرة القدم الإنجليزية وللدوري الإنجليزي الممتاز حيث يلتقي فريق من غرب لندن مع فريق من شرق منشستر في المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا في بورتو كما يعد هذا مكافأة خاصة لفريقين يضمان عدد كبير من اللاعبين المميزين وأيضا عدد كبير من اللاعبين المحليين الصعادين من أكاديميات الناشئين أخيرا من جريدة الرياض الهلال بطولة وبس جدد الهلال علاقته مع الذهب والبطولات بعد أن توج بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للمرة الثانية على التوالي والسبعتاشر في تاريخه مواصلا زعمته للأندية بوصوله للبطولة رقم 62 وحسم الزعيم الدوري لمصلحته قبل جولة من النهاية بعد أن عاد من القصيم بثلاث نقاط ثمينة عقب فوزه على التعاون دي كانت أبرز وأهم الأخبار هنا من موقع جريدة الشروع أشكركم جدا وعودا للستوديو مرة تاني